فيديو جديد من مزارع المتعبين والدفاع عنه الفيديو النهاردة رقم اتنين وتلاتين قبل ما يبتدي فيديو انا بحب بشكر كل حد فكر انتو يبعته وبقول للناس يا جماعة ابعته عشان نكمل السلسلة دي السلسلة دي مكملة بقى لها فترة معنا احنا النهاردة الحلقة اتنين وتلاتين يلا نشوف مين هيعرض المزرعة بتاعتم. اهلا بكم فيديو جديد من قناتك وحلقة جديدة ومزارع المتابعين والدفاع عنها بقى لنا فترة يمكن اه بنقول للناس تبعتنا كده اكتر عشان نقدر ننزل الحلقات اكتر من السلسلة يمكن عدنا فترة ما مننزلش اه الناس ما كانتش بتبعت مش عارف ليه ووقفنا ولكن اه جينا نزلنا فيديوهات تاني فبنقول للناس يا ريت تقطر بنقول لها اي حد كده بيتفرج علينا الاول مرة يدوس على الزرور المتابعة وكمان يفعل زرور الجرس وعايزين كده ننشر القناة وعايزين نوصل لالفين بصورة احنا وصلنا الاف وخمسمائة اهو ونبدأ على طول بالحلقة بتاعتنا ونخش على البيت عند مهدي. مهدي يمكن بعتلينا آآ فترة ويمكن هو يمكن نجمل حلقة بتاعت النهاردة عشان كده احنا مبتدين به لان مهدي عرض معنا اكتر من حاجة هنشوف كده بقى البيت بتاع مهدي ونشوف ايه التغييرات اللي حصلت فيه يمكن مهدي اخر مرة بعتلينا بقاله فترة وزي ما انتم شايفين كده المخازن يبتد اه تعلى اكتر اه يمكن المخازن يمكن اه خلاص هو قرب كده يفنشها ولكن طبعا اه مهدي بما انه دخل معنا للتحالف يمكن عضو من اعضاء التحالف بتاعنا احنا بنتشرف به طبعا. آآ فابتدأ يتبرع كتير وده النطول اللي احنا كنا بنتكلم فيها. آآ زي ما انتم شايفين كده المخازن عنده لسه في حاجات مستوى اتنين وحاجات مستوى اربعة فآآ السنة دي يعني مستوى اربعة فدي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. مهدي آآ حاجة وتسعين مستوى آآ يمكن اتنين وتسعين اهو. آآ ولكن بيتبرع معنا في التحالف فما بقاش عنده موارد كتير يقدر يطور بها نفسه. عشان كده احنا يمكن الفترة يفات دي وقفنا الشغل في التحالف. عشان الناس برضو تكمل تطوين لنفسها لان احنا قعدنا فترة احنا خلاص دلوقتي من انتك ذهب. فخلاص يعني ماشيين اه بنطور وبنعمل كل حاجة ولكن واحدة واحدة. يعني ماشيين براحيتنا شوية اللي بيقدر يلم موارد يروح يقطها تمام. اللي ما بيقدرش خلاص. العربية ممكن كمان آآ كملها هون مبروك يا مهدي. ولكن لسه مستوى واحد مفروض يبقى يطور اكتر من كده. ولكن يعني براحتك برضو لان في الاول وفي الاخر هي العربية آآ اللي بيفرق فيها المكان بس. آآ ولكن كده كده آآ لو خمس اماكن او آآ خمسة وعشرين مكان هي كده كده بتشيل برضو خزنة واحدة. آآ زي ما انت شايفين كده هو آآ بيصلى حاجات وبيبتدي يفكك الحاجات هو هو مش عايزها. كمان الورش يمكن اغلبها. آآ زي ما انا شايف كده. الورش اغلبها بقى مستوى خمسة. وده شيء كويس ان هو خلص الورش. فلما يخش لما دخل التحالف يمكن آآ فاضل له حاب التطويرات وهو ده الهدف وهو ده. اللي ما بيقوله للناس. يعني الناس بتخش مسلا عايزة تخش تحالف وهي مستوى حاجة وخمسين او حاجة وستين. يا جماعة انت لما تخش تحالف وانت حاجة وخمسين وحاجة وستين انت لسا متورطش البيت. مهدي اهو مستوى اتنين وتسعين. ولسه جاي ما انت شايفين عنده حوائط يعني مهدي مفروض الحوائط دي مفروض يعليها. مفروض على الاقل ما تبقاش خشب. يعني ازا آآ من جوة مأمن الدنيا. عنده حوائط خشب هي جوة. البيت ما ينفعش برضو الحوائط دي لازم تعلى. بحيث انه يبقى كل المكان متأمن من جوة. فيقدر يبقى مأمن البيت كويس. لان تخيل بكرة الصبح قالك احنا منازلين تحديث والناس هتهجم على بعض. هتعمل ايه لو واحد هجم عليك? شخصية حقيقية. هي دي الفكرة. آآ عشان كده بقول للناس ما تستعجلش تخش تحالف. انت لسه عندك ورش لسه عندك حاجات مستوى اتنين ومستوى تلاتة. وصلهم لمستوى خمسة ووصل يورش لمستوى خمسة ووصل المخزن لمستوى خمسة. وقوي نفسك ولم موارد وقوي الاسلحة اللي عندك ونشستر اهو قوي. يبقى معك سلاحين تلاتة اقوية بتقدر تصنعهم. فتقدر بعد كده. لما آآ تخش تحالف خلاص انا ما خلص البيت عندي فاقدر بسهولة ان انا اجمع موارد اقدر اخش بيها التحالف واقدر اتبرع للتحالف. لان التحالف ما تفوش ميزة دلوقتي يمكن غير الدهب. يعني خلي بالكوا التحالف. احنا ما بتقدرش نعب مع بعض قوي زي ما الناس متخيلة. نخش على الحاجة التانية اللي هنشوفها النهاردة دفاع برضو من مهدي. عشان كيف اقول لكم مهدي هو بطل الفيديو بتاعته النهاردة. الهجوم على المنزل اهو تحت الهجوم يمكن لسه فاتح والهجوم آآ بدأ عليه. آآ الدفاع بقى هنشوف البيت. احنا لسه شايفين البيت وليسه شايفين التأسيمة بتاعتك. كنا لسه بنقول لمهدي احنا مطلوب منك انك تطور من آآ يعني من حوالين البيت كده. آآ واخد معاه آآ السلاح آآ ده ده ويعني هو آآ من الاسلاحة القوية طبعا مستني لما يشوف الناس دخلت منين. العدد مكتوب تحت اهو لسه يمكن يدار عليهم لسه مش عارف هم وصل فين. اهو ابتدى يقابلهم. آآ لابس برضو آآ الدروع قوية. ونبتدي ناخد بالنا بصوا الراجل ده كان واقف. يعني هو تحس ان في ناس بتخدش ترقب. يعني دول دخل وقصروا اول حتة ووقفوا. آآ هل بقى انا معرفش هالي الحتة اللي قدامهم بعد كده فيها دي عم يحتاجها دلمين. فهما واقفوا ولا يعني ما تفهمش. في واحد تاني عمالي يقصر. نكمل هو تكسير. آآ طبعا دي النقطة اللي احنا بتكلم فيها اهو. دي الحاجات دي مش سهلة او آآ هما مكسروش آآ في الاول في الاخر ده خشب اي كلام. ولكن انا مقصد ان هو لازم تطور من الحواقق عشان كده. عشان ما يخشوش يكسروا الكلام ده بسهولة. لان لو هجم عليك لعيب عادي. لو حصل وهجم عليك لعيب عادي هيخش دغل دغلك البيت. هي دي الفكرة. قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا بنفكركم بتاعنا هتلاقوا اللينك بتاعته موجودة في الوصف يليس الناس تخش عليه. اي حد عايز يتواصل معنا. اي حد عايز يبعد حاجة اي حد عايز يشوف تحالف اي حد بيلعب لعبة تانية ازاي القلب محتاج لد محتاج اي مساعدة. يخش تحت على السلفة بتاع ونبتدي نتواصل هناك هيبقى اسرع وهيبقى اسهل. طبعا تقدروا تنزلوه من اي متجر من المتجر. خلينا نكمل الفيديو بتاعنا مع مين? مع نجمع الحلقة مهدي. دفاع تاني لمهدي. عشان كده بقول لكم مهدي هو يمكن هو اللي خلاننا نعمل الفيديو ده. انه هو بعت اه اكتر من حاجة. ناخد بالنا هنا بقى هم مكسروا حطة اللي برا. وما دي يمكن داخل بسلاح مش قوي. وهي دي الفكرة. اه او يعني السلاح مش مش قوي هو السلاح بطيق شوية هو قوي او كل حاجة ولكن بطيق شوية معرفش هو ده اه مستوى كام. اه ناخد بالنا ان هو اه برضو جري عشان ياخد العلاج ويقدر يعالج نفسه زي ما انتم شايفين كده. العلاج واحدة واحدة. يعني شايفين ان العلاج شغال ازاي? اه ناخد بالنا من النقطة دي وناخد بالنا من العلاج نفسه ومستني العلاج يشتغل. ودي نقطة نقطة يعني اه الناس متضايقة منها صراحة في في التحديث عشان برضو نتكلم ان الناس متضايقة من النقطة دي. ولكن اه خلينا نقول ان هي موجودة في علعاب كتير فا اه ما كانتش موجودة هنا عشان كده احنا من الاول احنا مش متعودين عليها. اه ناخد بالنا كده اخد بالك يا مهدي واخد العلاج ويمكن العلاج ده بطيء او العلاج ده بيعالج متين واربعين وزي ما انت شايفين كده فاضل واحد. هو بقى بيضار على الواحد ده. ولكن دخل ودي غلطة. ان هو مفروض من الاول خالص تبقى اخد علاجات. اه مش عارف العلاج اللي معاه قليل ليه? يعني الورشة بتاعت العلاجات ما فهاش علاجات. انت ممكن تاخد يوم واحد كامل تبتقي تعمل علاجات. الرجل ده واقف. كويس ان هو كان واقف مستنيه. قتله. ولكن زي ما انت شايفين كده. يعني اه ضمروا حاجات كتير. وهي دي الفكرة. عشان كده بنقول مهدي لازم تطور من برة او من جوة. لازم نبتدي الدنيا تتطور اكتر. معنا بقى مشاركة اولى كده لمحمد من العلاج. يمكن محمد بعتنينا فيديو صغير خالص. ولكن اه كان فيه اه دفاع فقولنا برضو نعرضه. واحنا بنتشرف طبعا باي حد بيعرض فيديو جديد او اي حد بيشارك جديد. محمد يمكن من المشاركات الجديدة. محمد لسه مستويات همانية وخمسين. ولكن برضو بنشوف ازاي بيقدر اه يدفع عن البيت يمكن اه مستويات همانية وخمسين فالناس يمكن اضعف شوية ولكن هو قدر يدفع كويس. يمكن كسروا حاجات بسيطة جدا ناربع حيطان ويه اه كسرامض. اه بنقول لمحمد عايزين نشوف اكتر وعايزين نشوف البيت اكتر يمكن معرض لناش البيت اوي. اه فعايزين نشوف البيت اكتر ياريت الناس تبعت ومستنيين مشاهدات اكتر ومستنيين فيديوهات اكتر لا قواعد الناس. في ناس كتير عايزةة بتقول السلساء دي عايزينها تستمر فياليت الناس تبعت لانان يكون معتمدة عليه ان انكم الي هتخلوا السلساء تستمر ولا. اخر دفاع من الحساب التشخصي بتاعنا يمكن الحساب الكبير انتم عارفين انا عندي حسابين. فده الحساب الاساسي بتاعي والحساب التاني يمكن كنا ابتدينا فيه من الاول عشان نعمل المهمات اللي في الاول. آآ لما الناس طلبت ان احنا هنعيد المهمات اللي في الاول. آآ عارف ان بقي فترة يمكن ما عملتش بيه مهمات ولكن وصلنا الى مستوى كويس مع الناس فآآ عشان كده يمكن ما ما نزلش عنه فيديوهات كتير يمكن الفيديو الجاي اعتقد هيبقى الفيديو ان احنا ما بنكمل فيه العربية. آآ طبعا مشكلتي آآ ان انا البيت كبير البيت يمكن واخد مساحة الارض كلها اللي معمولة عليها. آآ ولكن آآ يعني آآ انا متعود في حتة مفتوحة هنا في الصور او في في المكان هنا. فهما بيكسروا في حتة بعدين يلفوا يجوا هنا انا مش عارف ليه. يعني هل انا مش عارف هل هما آآ هما برضو مستوى زكاء عندهم غريب شوية صراحة انا ما بفهمش. سعب بيكسروا آآ حتين تلاتة زي ما نشايفين كده من هنا اوه مكسرين صف حوائط طبعا انا نفس بقى التلام اللي بقوله المهدي لازم نطور لحتة دي انا شغال فيها دلوقتي بطورها فانا فوش يعني عشان برضو آآ اقول الحقيقة انا الحتة دي بطور فيها دلوقتي يعني شغال فيها دلوقتي نيومين دول بطور فيها لاننا زي ما قلت احنا موقفين التطورات بتاعت التحالف وشخصية مش لقيها وداخل اهو قعب بيكسر وزي ما نشايفين كده كسر حبة آآ ديناميت وآآ جدار اش وباب اش وآآ يعني آآ باب بازلت وجدار بازلت يمكن واحد واحد آآ يمكن آآ دي الفكرة في اللعبة ان احنا لازم كل شوية نطور كل شوية مغير حتى لو غيرنا آآ شكل البيت حتى لو غيرنا آآ زودنا حتة عنانا حتة كلها اللي برة دي زادت طبعا انا معايا فهقدر اصلح بسرعة آآ الحتة اللي برة اللي انا نتكلم عليها انهم ادخلوا قصرها بسهولة دي انا لسه مزودها لانها ما كانتش موجودة فلما زودتها لازم ابتدي اطور فيها ما ينفعش ازودها وخلاص كده آآ وهو ده الهدف من اللعبة لنا على طول نبتدي نطور وعلى طول نفضل نحدث دلوقتي احنا وقفين شغل في التحالف بطور فيها دلوقتي وبشاكل عليها انشاء الله غلاصها بسرعة آآ ده كده الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة من مزاري متابعين الجزء اتنين وتلاتين يمكن هنختطنه بالدفاع ده وبنقول للناس كده انا مستني آآ على الفيسبوك على آآ التليجرام بلاش تبعطوا على لان لسه مش مشغلين نايترو فآآ لان العدد برضو اللي موجود فيه مش كبير ولكن تقدروا يبعطون لنا على التليجرام التليجرام بيقدر يحافظ على بتاعة الفيديوهات عشان نفضل كويسة هتلاقوا برضو الاسم موجود تحت وهتلاقوا علامة اللي ما تدورها على الاسم هتلاقوا العلامة بتاعة القناة بنقول لكم كده اي حد بتفرج علينا اول مرة يدوس على زرار المتابعة ويفعل زرار الجرس ويبعطون لنا عشان نلزل لحقة ثلاثة وثلاثين اي حد عزيزة اي حالة اثنية بعطلنا. والى لقاء في فيديوهات تانية وقناتكم.